أمير المؤمنين أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي القراشي أول خلفاء بني العباس تولى حكم الدولة الإسلامية وهو في السادسة والعشرين من عمره وهو الخليفة التاسع عشر من خلفاء المسلمين وكان مولده بالحميمة في الأردن حاليا في أيام حكم الأمويين عام 104 هجرية ونشأ بها حتى أخذ مروى بن محمد أخاه إبراهيم الإمام فانتقلوا إلى للكوفة التي بويع له فيها بالخلافة بعد مقتل أخيه في حياة مروى وذلك في يوم الجمعة 12 ربيع الأول 132 هجرية وبذلك تحولت الدعوة العباسية على يديه إلى دولة واجه محاولات عديدة للخروج عليه لكنه استطاع أن يقضي عليها جميعها مستعينا بأبي مسلم الخراساني وفئة من أهله وعشيرته وكانوا كثرة وكان شديد البطش والتنكيل بخصومه وكان معظم ولاته من أعمامه وبني أعمامه اتخذ من الكوفة عاصمة لدولته في بادئ الأمر ثم تحول عنها إلى الأنبر ولكن خلافته لم تدن طويلا حيث توفي بالجدري في الأنبر يوم الأحد الموافق الحادي عشر من ذي الحجة عام 136 هجرية بعد أربعة أعوام من توليه الخلافة وقد تزوج من أم سلمه بنت يعقوب المخزومية وولدت له ابنه محمدا وابنته ريطة وقد جعل أخاه أبا جعفر المنصور ولي عهده فخلفه في حكم الدولة العباسية نسبه أبوه هو محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمية القراشي أعمامه كان له ستة أعمام وهم عبد الله وداود وعيسى وصالح وإسماعيل وعبد إلصمد ولد أبو العباس سفح في الحميمة قرية موجودة بالأردن حاليا في أيام حكم الأمويين عام 104 هجرية وتربى ونشأ بها حتى قتل الخليفة الأموي مروان أخاه إبراهيم الإمام عام 132 هجرية حيث سأل مروان عن إبراهيم فقيل له هو بالبلقاء فكتب إلى نائب دمشق أن يحضره فبعث نائب دمشق بريدأت ومعه صفته ونعته فذهب الرسول فوجد أخاه أبو العباس السفاح فاعتقد أنه هو فأخذه فقيل له إنه ليس هو وإنما أخوه فدل على إبراهيم فأخذه وأوصى إلى أهله أن يكون الخليفة من بعضه أبو العباس السفح وأمرهم بالمسير إلى الكوفة فارتحلوا من يومهم إليها منهم أعمامه للستة بدأت الدعوة العباسية بعدما ذهب أبو هاشم عبد الله بن محمد إلى الخليفة للأموي سليمان بن عبد الملك ليزورة وقد رحب به سليمان وأكرم مرض أبو هاشم عبد الله بن محمد وشعر بدنو أجله وأشيع أن سليمان قد سمه فذهب أبو هاشم إلى الحميمة ونقل ذلك إلى ابن عمه محمد بن علي بن عبد الله بن العباس وطلب منه أن يقتص من بني أمية فذهب أبو هاشم إلى الحميمة ونقل ذلك إلى ابن عمه محمد بن علي بن عبد الله بن العباس وطلب منه أن يقتص من بني أمية وذلك عام تسع وتسعون هجرية وقد لقي كلام أبي هاشم لابن عمه محمد موقعا من نفسه وكان رجلا طموحا وكان له أكثر من عشرين أخا يدعمونه بالإضافة إلى أبنائه فحمل محمد بن علي الفكرة وهي إزالة ملك بني أمية وبدأ يعمل على تنفيذها وقد تم اختيار الكوفة وخراسان كنقطة انطلاق للدعوة كان اختياره دقيقا وموفقا لأسباب منها كثرة الصخطين على بني أمية من الكوفة وأيضا موقع خراسان في مشرق الدولة حيث إذا انكشف أمره يمكنه الفرار إلى بلاد الترك المجاورة وأيضا وجود صراعات قبلية في خراسان بين العرب القيسية واليمانية ويمكن استثمار هذا الصراع لصالح الدعوة العباسية وسهولة التأثير على أهل خراسان لحداثة عهدهم بالإسلام فيسهل التأثير عليهم من منطلق العاطفة والحب لآل البيت وقد اختار محمد بن علي الكوفة مركزا للدعوة العباسية وسكن فيها ما يسمى بكبير الدعاة وأصبحت خراسان هي مجال انتشار الدعوة وقد عمد محمد بن علي إلى السرية التمة وكان حريصا على ذلك فقد كانت المعلومات تمر عبر ثلاث محطات من خراسان إلى الكوفة إلى الحميمة وكان ألا الدعاء يتنقلون على هيئة تجار أو حجاد وكان أول منعين كبيرا للدعاة في خراسان هو أبو عكرمة تسراد وقد اختار 12 نقيبا كلهم من قبائل عربية حيث كان كبير الدعاة يختار 12 نقيبا يأتمرون بأمره وكانت شخصية الإمام غير معروفة لهم وكان لكل نقيب منهم 70 عاملا وقد أتت ألت دعوة العباسية ثمارها في خراسان وبدأ رجالها يظهرون مما دفع والي خراسان حينئذ أسد بن عبد الله القسري إلى القبض على أبي عكرمة تسراد وعدد من أصحابه فقتلهم سنة 107 هجرية وحتى سنة 118 هجرية تمكن أسد بن عبد الله بخبرته من كشف بعض قادة التنظيم العباسي واشتد عليهم فعمدت الدعوة العباسية إلى للسرية للتمة وبعدما كشف رجال إلى الدعوة في خراسان اختير عمر بن يزيد داعيا جديدا في خراسان لكنه ارتد عن الإسلام بعدها وانكشف أمره وقتله أسد بن عبد الله القسري عام 118 هجرية وقد أدت أفعال عمر بن يزيد إلى تشويه صورة الدعوة العباسية في أذهان العامة ولم يثقوا في للدعية الجديد بجانب شدة أسد بن عبد الله عليهم حتى عام 122 هجرية كانت دعوة تنمو ببطء شديد حيث أعقها عائق جديد وهي ثورة زيد بن علي بن زين العابدين بالكوفة مما أدى إلى الهدوء في نشر الدعوة العباسية وفي سنة 125 هجرية مات محمد بن علي وأوصى أن يكون إمام الدعوة من بعده هو ابنه إبراهيم ليقوم بمتابعة أمور للدعوة وفي هذا العام أيضا مات هشم عبد الملك وقد كان هذا فرجا للعباسيين حيث اشتعلت الصراعات الداخلية في الدولة الأموية بالإضافة إلى اشتعال الصراع القبلي في خراسان بتوجيه من إبراهيم الإمام حيث استغل أن نصب سير والي خراسان مضري في حين أن أكثر العرب في خراسان يمنيين فكرهوه فتوجهت إلى الدعوة العباسية إلى الليمانيين وقد أثر للصراع القبلي على أحوال الناس ومصالحهم بكثة طوائفهم وبسبب هذه الأحداث والأحوال عادت الدعوة العباسية للنشاط من جديد في عام 128 هجرية ظهر شخص قوي وهو أبو مسلم الخراساني حيث لمح فيه إبراهيم الإمام الكثاءة والذكاء والقوة فقرر أن يرسله إلى خراسان وفي عام 129 هجرية أمر إبراهيم الإمام أبا مسلم الخراساني بالجهر والظهور بالدعوة العباسية ففعل وكان والي خراسان حينئذ مشغول بصراعات الدولة الداخلية وعندما جاء يوم عيد الفطر صلى أبو مسلم بلا الناس وحينئذ وقع أول اشتباك بين الأمويين والعباسيين في خراسان وانتصر فيها أبو مسلم على قوات نصب سير وأصبح أتباع أبي مسلم كثر حيث احتال حيلا في السيطرة على الأمر فكان يرسل إلى اليمانية يستميلهم ويكتب إلى المضرية يستميلهم بقوله إن الإمام أوصاني بكم خيرا ولست أعد رأيه فيكم وتوترت الأحداث وبعث مروان بن محمد في طلب إبراهيم بن محمد الإمام المقيم بالحميمة فقيد وأرسل إلى الخليفة فسجن وفي عام 132 هجرية انتصرت قوات أبي مسلم على قوات الأمويين في العراق ثم توجه إلى الكوفة وكان قد خرج بها محمد بن خالد بن عبد الله القصري داعيا لبني العباس وفي عام 132 هجرية مات إبراهيم بن محمد في سجن مروان بن محمد وقد أوصى بالخلافة بعده لأخيه أبي العباس عبد الله السفاح فقام السفاح بتحويل الدعوة إلى دولة وفي أحد عشر بماد الآخر أرسل السفاح الجيوش لمنازلة الأمويين فسحقهم واستقرت الأمور لبني العباس في جميع البلدان باستثناء الأندلس التي فقدها العباسيون لصالح الأمويين لما علم أهل الكوفة أن إبراهيم بن محمد قد قتل أراد أبو سلمه الخلل أن يجعل الخلافة في آل علي بن أبي طالب فتواصل مع جعفر الصادق وعبد الله بن الحسن وعمر الأشرف بن علي زين العابدين فلم يستجيبوا ويستمعوا له وغلبه النقباء والأمراء أيضا وبعدما غلب الأمراء أبو سلمه الخلل أتوا بأبي العباس للسفاح وسلموا عليه بالخلافة وكان عمره حينئذ 26 عاما وكان أبو سلمه الخلل الأول من سلم عليه بالخلافة وذلك ليلة الجمعة لثلاث وعشرين ليلة خلت من ربيع الآخر عام 132 هجرية فلما جاء وقت صلاة الجمعة خرج السفاح على الناس والجنود معه إلى أن دخل دار الإمارة ثم دخل إلى المسجد الجامع وصل بالناس ثم وقف على المنبر وبايعه الناس خليفة وهو على المنبر في أعلى وعمه داود بن علي واقف تحته بثلاث درج وتكلم السفاح وكان أول ما تكلم به بعد مبايعته هو الحمد لله الذي جعل الإسلام لنفسه دينا وكرمه وشرفه وعظمه واختاره لنا وأيده بنا وجعلنا أهله وكهفه والقوام به ولذابي عنه والنصرين له وألزمنا كلمة التقوى وجعلنا أحق بها وأهلها خصنا برحم رسول الله وقرابته ووضعنا بالإسلام وأهله في الموضع الرفيع وأنزل بذلك على أهل الإسلام كتابا يتل قال تعال إنما يريد الله ليذهب عنكم للركس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال قل لا سألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب وقال وأنذر عشيرتك الأقربين وقال ما أفأ الله على رسوله من أهل القرف لله وللرسول ولذي القرب واليتام والمساكين فأعلمهم عز وجل فضلنا وأوجب عليهم حقنا ومودتنا وأجزل من الفيء والغنيمة نصيبنا تكرمه لنا وتفضله علينا وألله ذو الفضل العظيم وزعمت للسبابية للضلال أن غيرنا أحق بالرياسة والسياسة والخلافة منا شاهد وجوههم أيها الناس بنا هدى الله بعد ضلالتهم ونصرهم بعد جهالتهم وأنقذهم بعد هلكتهم وأظهر بنا الحق وأضحض بنا الباطل وأصلح بنا منهم ما كان فاسدا ورفع بنا الخسيسة وأتم للنقيصة وجمع الفرقة حتى عاد أل الناس بعد العداوة أهل تعاطف وبر ومواسات في دنياهم وإخوانا على سرر متقابلين في أخراهم فتحله علينا ذلك منه ومنحة بمحمد فلما قبضه إليه قام بذلك الأمر بعده أصحابه وأمرهم شور بينهم فحوى مواريث الأمم فعدلوا فيها ووضعوها مواضعها وأعطوها أهلها وخرجوا خماصا منها ثم وثب بنو حرب ومرون فابتزوها لأنفسهم وتداولوها فجأرؤ فيها واستأثروا بها وظلموا أهلها فأملي الله لهم حينا فلما آسفنا انتقلنا منهم فانتزع منهم ما بأيديهم بأيدينا ورد الله علينا حقنا وتدارك بنا أمتنا وتولى أمرنا والقيام بنصرنا ليمن بن أعلى الذين استضعفوا في الأرض وختم بنا كما افتتح بنا وإني لأرجو أن لا يأتيكم الجور من حيث جاءكم الخير ولا الفساد من حيث جاءكم الصلاح وما توفيقنا أهل البيت إلا بالله يا أهل الكوفة أنتم حل محبتنا ومنزل مودتنا وأنتم أسعدوا الناس بنا وأكرمهم علينا وقد زدتكم في أعطياتكم مائة درهم فاستعدوا فأنا السفاح الهائج وللثائر المبير وكان السفاح مريضا فاشتد عليه مرضه حتى جلس على المنبر وقام عمه داود فقال الحمد لله شكراً الذي أهلك عدونا وأصار إلينا ميراثنا من بيتنا أيها الناس الآن وانقشعت حنادس الظلمات وانكشف غطاؤها وأشرقت أرضها وسماؤها فطلعت شمس الخلافة من مطلعها ورجع الحق إلى نصابه إلى أهل نبيكم أهل الرأفة والرحمة والعطف عليكم أيها الناس إنا والله ما خرجنا لهذا الأمر لنكنز لجينا ولا عقيانا ولا لنحفر نهرا ولا لنبني قصرا ولا لنجمع ذهبا ولا فضة وإنما أخردتنا الأنفة من انتزاع حقنا والغضب لبني عمنا ولسوء السيرة بني أمية فيكم واستذلالهم لكم واستئثارهم بفيئكم وصدقاتكم فلكم علينا ذمة الله وذمة رسوله وذمة العباس أن نحكم فيكم بما أنزل الله ونعمل بكتاب الله ونسير في العامة والخاصة بسيرة رسول الله تبا تبا لبني أمية وبني مروان آثروا العجلة على الآجلة وللدار الفانية على للدار الباقية فركبوا الآثام وظلموا الأنام وارتكبوا المحارم وغشوا الجرائم وجروا في سيرتهم في العباد وسنتهم في البلاد التي بها استلذوا تصربل الأوزار ومرحوا في أعينة المعاصي ورقضوا في ميادين الغي جهلا منهم باستدراج الله وعمياء عن أخذ الله وأمنا لمكر الله فأتاهم بأس للها بياتا وهم نائمون فأصبحوا أحاديث ومسقوا كل ممسق فبعد للقوم للظالميون وأدان لله من مروان وقد غره بالله الغرور أرسل عدو الله في عينانه حتى عثر جواده في فضل خطامه وظن عدو الله أن لن يقدر عليه أحد فنادى حزبه وجمع جنده ورمى بكتائبه فوجد أمامه ووراءه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته من مكر لله وبأسه ونقمته ما أمات باطله ومحق ضلاله وأحل دائرة السوئده وأحاط به خطيئته ورد إلينا حقنا وأوانا أيها الناس إن أمير المؤمنين نصره له نصرا عزيزا إنما عاد إلى المنبر بعد صلاة الجمعة لأنه كره أن يخلط كلام الجمعة غيره وإنما قطعه عن استتمام الكلام شدة الوع فدعو الله لأمير المؤمنين بالعافية فقد أبدلكم ألله بمروى عدو للرحمة وخليفة للشيطان المتبع للسفلة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون المتوكل على الله المقتدي بالأبرار الأخيار الذين أصلحوا الأرض بعد فسادها بمعالم الهد ومناهج التقى ثم عجّ الناس للسفاح بالدعاء عند هذه الكلمة وعلموا يا أهل الكوفة أنه لم يصعد من بركم هذا خليفة بعد رسول الله إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين هذا وأشار بيده إلى السفاح واعلموا أن هذا الأمر فينا ليس بخارج عنا حتى نسلمه إلى عيسى بن مريم عليه للسلام والحمد لله رب العالمين على ما أبلانا وأولانا ثم نزل أبو العباس وداود ودخل القصر ثم دخل الناس يبايعون إلى العصر ثم من بعد العصر إلى ذا الليل ثم خرج أبو العباس بعد ذلك فعسكر بظاهر الكوفة وجعل عليها عمه داود وأرسل عمه عبد الله إلى ابن عون بن أبي يزيد وأرسل ابن أخيه عيسى بن موسى إلى الحسن بن قحطبة وهو يومئذ بواسط يحاصر ابن هبير وبعث يحيى بن جعفر بن تمامي بن العباس إلى حميد بن قحطبة بالمدائن وأرسل أبا اليقضان عثمان بن عروة بن محمد بن عمر بن ياسر إلى بسام بن إبراهيم بالأهواس وأرسل سلمه بن عمو بن عثمان إلى مالك بن الطواف ومكث هو بالعسكر لمدة شهر ثم ارتحل فنزل بمدينة الهاشمية في قصر الإمارة وهناك تنكر لأبي سلمها الخلقل وذلك لما كان بلغه عنه من رغبته في تحويل الخلافة من آل العباس إلى آل علي بن أبي طالب حيث أمر أبا مسلم الخراساني أن يقتله بالرغم من أنه كان يستأنس به ويحب أن يسامره لحسن محاضرته ولكنه تشكك في انحيازه وميله لآل علي بن أبي طالب فأرسل له أبو مسلم من قتله غيلة تكمن أهمية أبي العباس السفح في أنه استطاع إنهاء الدولة الأموية وإعلان قيام الدولة العباسية وقد عمل السفح على إنهاء وجود بني أمية بعد أن بايعه الجميع في الكوفة فكانت أول اتجاهاته هي القضاء على الخليفة الأموي الأخير مروان بن محمد وقد استغرق حوالي ثمانية شهور حتى استطاع القضاء على مروان بن محمد نهائيا وقتله في مصر وبعد أن بويع السفح أخذ يضع الولاة الجدد على البلدان وكان معظمهم من أقاربه لما علم مروان بن محمد أن أبو العباس قد بويع له بالكوفة أميرا للمؤمنين وأن الجنود التفوى عليه شق ذلك على نفسه جدا فجمع جنوده لمحاربته فتقدم لهم من قبل السفح أبو عون بن يزيد في جيش كثيف فتقابل بزأب وهو نهر قريب من الموصل وجاءت المساعدات لأبي عون من جهة السفاح ثم حث السفاح أهله على من يلي القتال من أهل بيته فانتدب له عبد الله بن علي فقال له سر على بركة رله فصار في جنود كثيرة فقدم على أبي عون فتحول له أبو عون عن سرادقه وأخلاه له وجعل عبد الله بن علي على شرطته حياش بن حبيب الطائي ونصير بن محتفس ووجه أبو العباس موسى بن كعب في ثلاثين رجلا على البريد إلى عبد الله بن علي يشجعه على محاربة مروان والمبادرة إلى قتاله ونزاله قبل أن تحدث أمور أخرى غير متوقعة وتبرد نيران الحرب فتقدم عبد الله بن علي بجنوده حتى واجه جيش مروان ونهض مروان في جنوده وتصأف الفريقان في أول النهار ويقال إن تعداد جيش مروان كان مائة وخمسين ألفا ويقال مائة وعشرين ألفا وكان تعداد جيش عبد الله بن علي عشرين ألفا فقال مروان لعبد العزيز بعمر بن عبد العزيز إن زالت الشمس يومئذ ولم يقاتلون كنا نحن الذين ندفعها إلى عيسى بن مريم وأن نقأت يلونا قبل الزوال فإنا لله وإنا إليه راجعون ثم أرسل مروان إلى عبد الله بن علي يسأله المصالحة فقال عبد الله كذب ابن زريط لا تزول الشمس حتى أوطئه الخيل إن شاء الله وكان هذا يوم السبت لأحد عشرة ليلة خلت من جماد الآخر من عام مائة واثنين وثلاثون هجرية فقال مروان قفوا لا تتدئون بقتال وجعل ينظر إلى الشمس فخالفه الوليد بن معاوية بن مروان وهو خطن مروان على ابنته فهاجم فشتمه مروان فقاتل أهل الميمنة فانحاز أبو عون إلى عبد الله بن علي فقاتل موسى بن كعب لعبد الله بن علي فنزلوا وقد نودي الأرض الأرض فنزلوا وأشرعوا الرماح وجثوا أعلى الرقب وقتلوهم وجعل أهل الشام يتأخرون كأنما يدفعون وجعل عبد الله يمشي على رجليه وجعل يقول يا رب حتى متى نقتل فيك وناد قائلا يا أهل يا شارات إبراهيم الإمام يا محمد يا منصور واشتد القتال بين الناس فأرسل مروان إلى قضاعة يأمرهم بالنزول فقالوا قول لبني سليم فلينزلوا وأرسل إلى السكاسك أن أحملوا قالوا قول لبني عامر أن يحملوا فأرسل إلى الاسكون أن أحمل فقالوا قول لغطفا فليحملوا فقال لصاحب شرطته أنزل فقال لا ولا لا أجعل نفسي غرضا فرض عليه أما وله لأسوءا أكى فقال صاحب الشرطة وددت لو قدرت على ذلك ويقال أنه قال ذلك لابن هبير ثم إنهزم أهل الشام وتعقبهم أهل خراسان يقتلون ويأسرون من أهل للشام وكان من غرق من أهل الشام أكثر ممن قتل وقد أمر عبد الله بن علي بعقد الجسر واستخرج من غرق في الماء وجعل يتلو إذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ومكث عبد الله بن علي في موضع المعركة سبعة أيام وحصل عبد الله علي ما في معسكر مروان من الأموال والأمتعة والحواصل ولم يجد فيه إمرأة سوى جارية كانت لعبد الله بن مروان وكتب إلى السفاح يبشره بما فتح الله عليهم من النصر وما حصل له من الأموال فصل السفاح ركعتين شكرا لله عز وجل وأطلق لكل من حضر الواقعة خمسماء ورفع في أرزاقهم إلى ثمانين وأما مروان فإنه انهزم وسار لا يعطف على أحد فمكث عبد الله بن علي في مقام المعركة سبعة أيام ثم سار خلفه ببنوده الذين معه وذلك بعد أن أمره السفاح بهذا فلما اكتاز مروان بن محمد حراني أخرج أبا محمد ألا السفياني من حبسه وجعل عليها ابن أخته وزوج ابنته أبان بن يزيون فلما قدم عبد الله على حران وخرج إليه إبان وقد لبست السواد شعار بني العباس فأمنه عبد الله وأبقاه على ولاية المدينة وهدمت الدار التي سجن فيها إبراهيم الإمأم وقد مر مروان بقنسر لكي يذهب إلى حمص فلما وصلها خرج إليه أهل حمص بالأسواق والمعايش فمكث بها يومين أو ثلاثة ثم شخص منها فلما شاهد أهل حمص قلة من معه قاردوه ليقتلوه وقموا بنهب ما معه وقلوا مرعوب مهزوم فلحقوه بواد عند حمص فأكمن له أميران فلما تلعحق بمروان عطف عليهم وطلب منهم أن يعود فأبوى إلا مقاتلة فنشب القتال بينهم فانهزم أهل حمص فذهب مروان إلى دمشق ومنها إلى مصر فأمر السفاح أن يرسل صالح بن علي العباسي إلى مصر في طلب مروان بن محمد فذهب صالح بن علي يطلبه فأخذ يطارده في مصر حتى علم أن مروان في كنيسة في الفيوم فقتل مروان واحتز رأسه فأرسلها صالح بن علي إلى السفاح مع رجل يسمى خزيمة بن يزيد بن هانئ بعدما استقر الأمر لأبي العباس أخذي وللولاد ويعزل القدامة وكان معظم من والله من أقاربه فجعل على الموصل أخاه يحي وولى عمه داود مكة والمدينة واليمن واليمامة بعد أن عزله عن الكوفة وجعل على الكوفة عيسى بن موسى وجعل على أرميانية وأضربيجان والجزيرة أخاه أبا جعفر المنصور وجعل على للشام عمه عبد الله بن علي وبعد ذلك بدأ السفاح في التخلص ممن قد يشكلون تهديدا على وجود الدولة فبدأ بأبي سلمه الخلال الذي حاول جعل الخلافة في آل علي بن أبي طالب وليس في بني العباس فبعث السفاح أخاه المنصور رسولا إلى أبي مسلم الخراساني لكي يعرف رأيه في قتل الخلقل وليسأل أبا مسلم الخراساني أكان يساعد الخلقل في هذا أم لا فلما عرف أبو مسلم بهذا الأمر قال للمنصور أفعلها أبو سلمه أنا أكفيكم فبعث له شخص يضع مرار بن أنس لكي يقتله فلما وصل مرار إلى الكوفة وجد أبو سلمه الخلقل جالسا مع على السفاح فلما خرد من عنده قتله مرار وقيل إن المنصور قد ذهب إلى أبي مسلم الخراساني بعد مقتل الخلقل وليس قبله وبعد مقتل الخلقل بعث السفاح أخاه المنصور إلى قتال ابن هبيرة بواست وبعد فترة عرض ابن هبيرة على المنصور للصلح فأخبر للسفاح بهذا يستأذنه فأذن له وفي ذلك الوقت كتب السفاح إلى أبي مسلم الخراساني يخبره بما حدث مع ابن هبير فنهاه أبو مسلم عن الصلح وكان قد وقع الصلح فكره السفاح ذلك ولكن راس الأخاه المنصور يأمره بقتل ابن هبيرة فأخذ يرادع السفاح في ذلك مرارا إلى أن قال له للسفاح أقتله لا محالة فقتله المنصور وانقض أمر ابن هبيرة وكان المنصور يكره أبا مسلم الخراساني لما هو فيه من الحرمة حينما قدم عليه ليأخذ البيعة للسفاح وله من بعيده وقد أشار على السفاح بقتله فأمره السفاح أن يكتم ذلك الكلام وقد حرضه مرة أخرى على قتل الخراساني فقال للسفاح له قد علم تباءه معنا وخدمته لنا فقال المنصور إنما ذلك بدولتنا وله لو أرسلت سنورا لسمعوا لها وأطعوا وإنك إن لم تتعش به تغذذ بك فقال له السفاح كيف السبيل إلى ذلك فقال المنصور إذا دخل عليك فحادثوه ثم أجيء أنا من ورائه فأضربه بالسيف قال كيف بمن معه قالهم أذل وأقل فأذن للسفاح للمنصور بقتل الخراساني ولكن ندم بعدها على ذلك فأرسل غلاما لأخيه لكي يقول له إن ذاك الذي بينك وبينه ندم علي فلا تفعله فلما علم المنصور بذلك غضب ولكن المنصور قتل أبو مسلم عندما تولى الخلافة وبالنسبة لعاصمة دولته فقد اتخذ من الكوفة عاصمة له في بادئنا الأمر وتحول عنها إلى الأنبر والتي دفن بها اتسم عهد السفاح بكثرة الثورات التي قامت علي فخرج الكثير من الطوائف والأهالي عليه واكتمعت كل فئة من الثائرين على السفاح حول شخص ما فكان ما حدث في عام 132 هجرية أن أهل قنصر ثاروا على للسفاح الذي كان حينئذ بالحيرة واكتمعوا على أمير قنصر مجزأة بالكوفر ولبسوا البياض فذهب عبد الله بن علي إليه ولكن في نفس الوقت ثار أهل دمشق على السفاح بقيادة رجل يسمى ثمن بن عبد الأعلى بن سراق وقتلوا أمير دمشق ولكن عبد الله بن علي استطاع القضاء على ثورتهم بعد حين وفي نفس وقت ثورة أهل قنصري تراسل أهل حمس معهم واكتمعوا على أبي محمد السفياني وبايعوه بالخلافة وقام معه ما يقارب من أربعين ألفا فالتقى عبد الله بن علي معه بمكان يسمى مرج الأخرم فقتل ألوف حتى هرب أبو محمد السفياني وقد قتل في عهد أبي جعفر المنصور وبعد أن استقر الأمر للسفاح أن أهل قنصرين ولبسوا ألا السواد مرة أخرى وأيضا في نفس العام خلع أهل الجزيرة السفاح بعد أن علموا بما فعل أهل قنصرين فأرسل إليهم أبا جعفر المنصور فحاصرهم وقاتلهم حتى عدلوا عن رأيهم فولى السفاح أخاه المنصور على الجزيرة وأذربيجان وأرمينية وفي عام 133 هجرية خرج رجل في بخار يضع شريك بن شيخ المهري وقال ما على هذا بايعن آل محمد على سفك الدماء وقتل الأنفس فأرسل إليه أبو مسلم الخراساني بقيادة زياد بن صالح الخزاعي فقتله وفي عام 134 هجرية خرج على للسفاح رجل يضع بسا بن إبراهيم ولكن للسفاح أرسل إليه خصا يضع خازم بخزيم فقتله وفي عام 135 هجرية خرج رجل يسمى زياد بن صالح استطاع أبو مسلم الخراساني القضاء عليه وأيضا فقد ثار الخوارج على السفاح مرة واحدة في عهده فقد خرج خوارج عمان الإباضيين بزعامة شخص يضع الجلندي فأرسل له السفاح بيشا كبيرا بقيادة خازم بن خزيم وقد تمكن من القضاء عليهم كان السفاح أبيض جميلا طويلا أقنى الأنف جعد الشعر حسن اللحية حسن الوجه وفصيح الكلام حسن على الرأي جيد البديهة وقد لقب أبو العباس بالسفاح وذلك لأنه في آخر خطبته في الكوفة قال أنا السفاح المبيح والثائر المنيح وقيل لكثرة ما أراقه من دم الأمويين وقيل أنه لقب بهذا بسبب كرمه وإغداقه في العطاء لأن السفاح تعني المعطاء قيل إن للسفاح نظر يوما في المرأة وكان للسفاح جميل الوجه فقال اللهم لا أقول كما قال سليمان بن عبد الملك أنا الخليفة الشب ولكن أقول لهم عمرني طويلا في طاعتك ممتعا بالعافية فعندما أنهى كلامه سمع غلامين يتحادثان قال غلام لآخر الأجل بيني وبينك شهران وخمسة أيام فتشاءم السفاح من كلامه وقال حسبي الله لا قوة إلا بالله عليه توكلت وبه استعين فمات بعد شهرين وخمسة أيام وقد روي عن عم السفاح عيسى بن على أنه وجد في وجهه يوم عيد الأضحى في آخر على النهار حبتان صغيرتان ثم كبرتا حتى امتلأ وجهه بالحبوب البيضاء الصغيرة فعرفوا أنه جدري وفي اليوم الثاني اشتد المرض به حتى أصبح لا يعرف أي أحد وفي مساء هذا اليوم انتفخ وجهه وتوفي في اليوم الثالث وقد كانت وفاته في يوم أحد عشر ذو الحجة مائة وستة وثلاثون هجرية عن عمر الناهز الثلاثة والثلاثين وقيل اثنين وثلاثون وصل عليه عمه عيسى بن علي ودفنه في الأنبار ترجمة نانسي قنقر